اشهادة بتاعت ابني بتاعت نصف العام الاول الدراسي اما نشوف فيها ايه الماني اتنين كويس الحساب واحد كويس جدا الجغرافية تلاتة يعني الالعاب تلاتة يعني شوية الجغرافية تنين كويس موضوعنا اليوم عن الشهادة نصف الاول الدراسي وده اللي حنتكلم عليها النهاردة يوم الجمعة الموافق خمسة اتنين الفين واحد وعشرين سوف يحصل الاطفال الذين يذهبون الى المدرسة على شهادة النصف الاول من العام الدراسي وفي هذه السنة وبسبب كورونا مش كل الطلاب في كل مكان حياخدوا الشهادة دهية الاطفال اللي هما اخدوا دروس خلال الاسابيع اللي فاتت هما بس اللي هما اللي حياخدوا الشهادات دهية والاطفال جميع الاطفال الاخرين الذين يدرسون في المنزل هياخدوا شهادتهم بمجرد السماح لهم بالعودة الى المدرسة مرة تانية فبعض الحالات من الممكن الحصول على الشهادة بعد معاد مصبك من المدرسة يمكنك العصور على معلومات حول شكل مدرسة اطفالك على صفحات الانترنت او على صفحة موديل للتعليم ولكن ايه هي انواع المدارس الموجودة وايه هو الصحيح لطفلك الطفل بيذهب للمدرسة الابتدائية في السنوات الاربعة الاولى من حياته المدرسية هناك بيتعلم الطفل القراءة والكتابة والحساب وعلى وعلى ذلك فسوف يكتسب مهارات اجتماعية كيف يمكنه حل النزاعات بدون عنف ما هي المساعدات لذلك الاطفال بيتعلموا كل ده في المدرسة الابتدائية وفي الصف الرابع بيتم اعدادهم ببطء شديد لتغيير المدرسة تتضمن شهادة نصف العام على تقرير من المدرسين بمستوى الطالب وده بيساعد اولياء الامور في العصور على المدرسة المناسبة لاطفالهم عند الصف الخامس بينظر المعلمون بعناية أثناء كتاب التقرير مستوى الطفل وإيه هي الدرجات اللي بيحصل عليها وإيه هي نقاط القوة عنده وإذا كان لا يزال محتاج على بعض الدعم أم لا لذلك فالتقرير الوارد من المدرسين في مدرسة طفلك بيكون مهم للغاية لاختيار المدرسة المناسبة اللي حيكمل فيها طفلك تعليمه في ولاية زاكسون أنهالت في المدارس في المدارس السنوية والمدارس الأساسية والمدارس الخاصة لزوء الاحتياجات والسنوي العام في سكندار شولا يمكن الحصول على شهادة التخرج بعد تسع سنوات دراسية أو ممكن يكمل سنة كمان فحياخد شهادة الرئال شولا اللي هي بعد عشر سنين دراسية وفي كل التخرجين بيمكن لطفلك الحصول على تدريب مهني اللي هو الأوس بلدون وبالتالي ممكن يتعلم مهنة معينة في المدرسة الأساسية اللي هي الجزامة شولا بجانب الهوبة شولا بيمكن الحصول على شهادة الأبيتور اللي هي السنوية العامة الأطفال بيتعلموا مع بعض دورات مختلفة للشهادات الخاصة بذلك وبذلك يستطيع الأطفال أن هم يبدأوا بالتدريب المهني اللي هو الأوس بلدون أو يدرسوا في الجامعة مدارس الفوردر شورا اللي هي المدارس الخاصة زوء الاحتياجات الخاصة للأطفال من الأطفال دي مخصصة للأطفال اللي هم بيعانوا من دعف في مستوى الفكر أو يعانون من دعف جسدي وبيحتاجون لدعم لذلك طبيب الأطفال هو اللي بيحدد هذا الدعم لذلك وجدت هذه المدارس اللي بتركز على الأطفال الذين لديهم دعف في التركيز واللغة والسامع والتنمية الفكرية والدعف الجسدي في مدرسة زوء الاحتياجات الخاصة اللي هي فوردون شولا بيتم تدريب المعلمين بشكل خاص على معرفة خصصيات التف والرد عليها في النهاية بيحصل الأطفال على شهادة من المدرسة وهناك أفراد لديهم إمكانية الحصول على شهادة دراسية من مدرسة أخرى وده كان موضوعا عن الفوردر شورا في المدرسة السنوية بتبدأ الدراسة من الصف الخامس وتنتهي بالصف الاثناشر اللي هي الجيمنازيوم شولا بيكون هناك اختبار ده بيسمى الأبيتور وبحصوله على شهادة السنوية العامة يمكنه أن يعمل هو يعمل أوز بيلدونج أو هو أنه يدرس في الجامعة ربما لديك طفل الآن في السنة الدراسية الأخيرة للمدرسة الابتدائية فإذا هناك بعض النصائح إليك وهي أن تقرير المدرسة تقرير المدرسين في المدرسة بمستوى الطالب بيكون مهم جدا تاني حاجة ادخلي على الانترنت وقلقي نظرة على نوع المدارس الموجودة والمعلومات عنها وكيف يحصل طفلك على مكان هناك وكل مدرسة لها قواعدها المختلفة في بعض الأحيان بيكون من المفيد أيضا أن نحن نتصل بالمدرسين أو العاملين الاجتماعيين بالمدرسة ونسألهم وهم سوف يجبون على أسئلتنا بكل سرور إذا كان طفلك في الصف التاسع أو العاشر وكان حاليا في العام الدراسي الأخير يمكن مساعدته في العصور على أوس بيلدونك بس ابحثي له عن مكان في اللي هو الأوس بيلدونك وده بيكون الإعلان عن الأماكن المتاحة بيكون قبل التخرج بسنة واحدة في مراكز استشارات الهجرة أيضا مثلنا وكمان في فاميليون هاوس أو خدمات الشباب المهاجرين يقومون بتقديم المشورة لذلك وأيضا أجنتور فير أربايت اللي هي وكالة العمل بتساعد أيضا في العصور على أماكن للتدريب المهني أو الأوس بيلدون عندما يكون طفلك في السنة السنوية النهائية وبدو أنه يكمل في الجامعة فلديك وقت قصير جدا لأن عادة ما بتكون الموعيد النهائية لتقديم الطلبات عند منتصف العام بالإضافة إلى ذلك هناك إمكانية أن يقوم طفلك بالخدمة التطوعية وده بيقويهم في مهاراتهم وبيساعد في العصور على الغزيفة المناسبة للمستقبل وذلك من خلال العمل في المستشفيات ورياض الأطفال ونوادي الشباب هو بيساعد في العمل وفي نفس الوقت بيحصل على قليل من الأموال ولكن الكثير من الخبرة في النهاية بنتمنى لكم عطلة شتاء سعيدة وبعض الاسترخاق ويمكنكم في هذه السلوجة التي تسقط حاليا أن تكونوا بالتزحلق في السلوج وبناء الشنيمان أو الكوار السلجية وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر